صورة اليوم من عالم جوائز نوبل وبالضبط من جائزة الطب التي أعلن على الفائز بها أمس وعلى عكس المتوقع لم يكن الفائز أحد مطور لقاحة فيروس كورونا أو حتى أحد مطور العقارات في مواجهة هذه الجائحة بل كان الفائز أو الفائزان هما شخصان غارقان في عوالم عجائب الجسد البشري الذي يشكل لوحده معجزة حية وما اكتشفه البشر وما يعرفونه عن جسدهم وتركيبته المعقدة يظل قليلا جدا الفائزان بجائزة نوبل للطب هذا الموسم هما ديفيد جوليوس وأرديت باتبوتيان وذلك عن أبحاثهما في مجال مستقبلات اللمس والحرارة في الجسد البشري أبحاث رجلين غير المسبوقة أتحد الإنسانية فهم الكيفية التي يمكن بها للحرارة والبرودة والقوى الميكانيكية إطلاق إشارات الأعصاب التي تسبح لنا بإدراك العالم فيما حولنا والتكيف معه والإحساس به وصورة اليوم هو ما اختارت عدد من وسائل الإعلامة الدولية إرفاق الخبر به صورة عناق بين البشر وليست صورة الفائزان بجائزة نوبل للطب في إشارة إلى أن الحب ربما وحده من سينقذ البشرية حتى من نفسها ربما اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر